سلام يا كرام قلوبنا والداء سلام الحب الأهل الحب والتقدير سألت قلوبكم عن حبها المدرار وش اللي في إمارات المحبة غير وش اللي في إمارات المحبة غير صادق خالد وقل صادق الكابير لدار أعيال زايد والقلوب الخير نحب أرض الإمارات وأهالي أو فيها نحس من الدنيا للسفر We love the free one who loves my UAE فيها نحس من الدنيا للسفر فيها نحس من الدنيا للسفر من أعيوني بصور صادق الحساس وبني عني شاعركم يا أغلى النار أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا استثمارات الإمارات والتي نستضيف فيها السيد عمر الحداد المالك والمؤسس لشركة شاكوش المقاولات العامة أهلا وسهلا بك سيد عمر حياكم الله في شركة شاكوش المقاولات العامة ونرحب فيكم وأشكر تواجدكم معنا في البداية سيد عمر يسعدنا نحن وكذلك المشاهدين أن نتعرف على شخصك الكريم وأن تحدثنا عن الشركة وما هي مراحل التأسيس وطبيعة الخدمات التي تقدم في البداية أحب أعرفكم مع نفسي أنا عمر الحداد أعمل في مجال المقاولات من عام 2015 في البداية كان اسم الشركة فاس تيم للصيانة العامة وتعني الفريق السريع للصيانة العامة في بداية أعملي في مجال المقاولات كنا نشتغل على الأبنية أو المشاريع نقدر نقول عنها البسيطة أو الصغيرة كنا شغالين على شغل بناء استوديوات ملاحق سور خارجي مثل الأعمال الصغيرة بالإضافة إلى أعمال الصيانة والترميم هذا كان من 2015 لحد بداية 2018 في بداية 2018 قررنا توسعة الشركة وزيادة الأعمال التي نقوم فيها فغيرنا مسمى الشركة من فاس تيم للصيانة العامة إلى شاكوش للمقاولات العامة بالنسبة للخدمات التي نقدمها فأنا أختصرها وأقسمها إلى أربع أقسام القسم الأول منها عبارة عن بناء المبنى الخرساني أو مبنى العظم كما يطلق عليه محليا والأعمال المرتبطة بهذه الخدمة يكون عبارة عن أعمال حفريات وأعمال ردم وأعمال فحص التربة وأعمال الدكت وأعمال النجارة والحدادة والكونكريت مثل هذه الأعمال وأما الخدمة الثانية عبارة عن أعمال التشطيبات وأعمال التشطيبات يدخل فيها الطابوق والبلستر وتمديدات الصحية والمائية والدفاع المدني بالإضافة إلى أعمال تركيب الأرضيات الأرضيات بأنواعها من حجر سراميك باركيم برخام أي نوع من الأرضيات بالإضافة إلى أعمال الدهانات والصبغ الخارجي والداخلي وأما الخدمة الثالثة عبارة عن خدمات ما بعد البيع أو خدمات ما بعد التسليم المبنى الخدمة هذه عبارة عن صيانة مجانية لمدة سنة في شركة شاكوش مددنا المدة هذه بشكل مجاني 100 من 100 لمدة سنتين وأما الخدمة الرابعة فخدمة مجتمعية ونقدمها بشكل مجاني للمجتمع والخدمة عبارة عن زيارة ميدانية لمواقع العمل وتقييم الأعمال المنفذة وتقديم تقرير مصور وتقرير يعني يبين حجم الأعمال وتقييم الأعمال المنفذة في الموقع وتم تقديم التقرير هذا إلى المالك وفي حال وجود أي خلافات ما بين مالك ومالك المبنى أو المقاول أو المكتب الاستشاري فندخل كرأي حيادي في هذه المسألة ممتاز دايما في التقدم والمزيد سيد عمر لكل مشروع تحديات وعقبات ما هي التحديات والعقبات التي وقهتكم في البداية في بداية إنشاء الشركة كنا نواجه بعض التحديات الطبيعية حالها حال أي شركة ثانية في السوق التحديات كانت صعوبة الحصول على مشاريع حيث أن الشركة كانت بداياتها وجديدة والاسم غير معروف في البداية بالإضافة إلى تحديات أخرى مثل توظيف أو إيجاد عمالة مدربة وجاهزة بالسوق وهذا من أصعب التحديات تمام سيد عمر طيب لو تحدثنا عن نوعية المشاريع التي كنتوا بتنفذها من خلال شركة شاكوش للمقاولات العامة في شاكوش للمقاولات العامة نفذنا بناء مجموعة مشاريع أغلبها مشاريع سكنية وخدمية بالإضافة إلى شاركنا في بناء برج تجاري دبي جريك في دبي في سنة 2018 كما تعلم سيد عمر أن هناك منافسة بين الشركات في مختلف المقالات كيف حفظتم على تميزكم؟ دائما جو المنافسة يعطي طاقة إيجابية وجو للعمل وزيادة في الإنتاجية ويجعل أي شركة تتنافس تقدم الخدمة الأفضل خدمة أفضل، سعر أفضل، خدمات أفضل مهما كانت وما يميزنا في شركة شاكوش المقاولات العامة تنفيذ الأعمال حسب أصول العمل الفني والهندسية بالإضافة إلى تسليم الأعمال حسب الجدول الزمني لكل مشروع بالإضافة إلى الأسعار المنافسة للسوق كل شخص وشركة تموح ما هو تموحكم المستقبلي لشركة شاكوش لمقاولات العام؟ أنا كشاب إماراتي أطمح إلى تمثيل بلدي بشكل مشرف في قطاع المقاولات وأيضا أطمح إلى زيادة نطاق عمل الشركة حيث يغطي كل إمارات الدولة سيد عمر أنت كمالك لشركة مقاولات داخل إمارة أبو زبيل ما هي النصيحة التي ممكن تقدمها لشخص مقبل على إنشاء وحدة سكنية أو فيلا أو برج مثلا؟ أنصح المقبلين على البناء في البداية تحديد ميزانية المشروع وهذا مهم جدا ثم التوجه إلى مكتب هندسية أو مكتب استشارات لعمل الرسومات الخاصة للمبنى المراد بناءه الرسومات ومخططات وملف مواصفات خاص بهذا المشروع ثم يتوجه المالك وهذه نصيحة المالك يأخذ المخطط وملف المواصفات ويعرض المخططات هذه والعقود على من يثق بهم من مقاول أو مكتب استشاري آخر لمجرد المراجعة مراجعة المخطط ومراجعة ملف المواصفات وهذا مهم جدا حيث المشاهد أو الملاحظة المشتركة في أغلب المشاريع اللي نقوم بدراستها حيث أن ملف المواصفات ما يكون واضع بالشكل الكافي يكون على ملف المواصفات مجموعة من الملاحظات ملف المواصفات زائد العقد الموقع فملف المواصفات والعقد الموقع يجب أن يكون واضح ومحدد يضمن حق المالك والمقاول والمكتب الاستشاري لأنه بالمستقبل لا قدر الله حصل أي خلاف أو مشكلة ما بين أي طرف مطراف التعاقد يتم الرجوع إلى العقد والعقد يكون واضح المسؤوليات وواضح البنون بشكل كامل شكرا لك سيد عمر على النصيحة ولكن احنا أوشكنا على نهاية هذه الحلقة واعتدنا في كل حلقة نعطي مساحة مفتوحة للضيف لرسالة ما أو اقتراح من خلال برنامجكم أحب أوجه رسالة شكر إلى حكومة أبوظبي بشكل عام وإلى بلدية أبوظبي بشكل خاص على جهودهم المستمرة والحثيثة في تطوير قطاع المقاولات حيث أن الإمارات تطمح إلى الوصول إلى رقم واحد في جودة البنية التحتية وجودة المواصفات وهذا كله يرجع إلى جهود القيادة وحكام دولة الإمارات الله يحفظهم شكرا لك سيد عمر المالك والمؤسس لشركة شاكوش المقاولات العامة ساعدنا بلقاءك شكرا وانا ساعد سلام يا كرام قلوبنا والدار سلام الحب الأهل الحب والتقدير سألت قلوبكم عن حبها المدرار وشلي في إمارات المحبة غير وشلي في إمارات المحبة غير صادق خلب وإنقل صادق التعبير لدار أعيال زايد والقلوب الخير نحب برض الإمارات وأهالي وفي أنحس من الدنيا للسكة نحب برض الإمارات وأهالي وفي أنحس من الدنيا للسكة وفي أنحس من الدنيا للسكة كلنا عيوني بصور صادق الحساس وغني عني شاعركم يا أغلى النار